الآن ينضم إلينا عبر الأقمال الصناعية من القاهرة الأستاذ أسامة أحمد المتحدث باسم الطلاب الاشتراكيين الثوريين بجامعة القاهرة أستاذ أسامة أهلا وسهلا بك أول نقطة هي النقطة التي ذهب إليها البعض في هذه الحلقة وهي أنه ليس هناك من خلاف أن الهدف واحد لطلاب مصر في هذه المرحلة هل هناك قدر من الانقسام أو الاختلاف في الأسلوب بين من يقال عليهم أنهم طلاب طيار الإسلام السياسي وبين الطلاب من غير هذا الطيار سيما الثور الاشتراكية بكل تأكيد فيه اختلافات شديدة في الرؤية للحصل في 30 يونيو وفيما بعد ويعني ما بين طلاب طيار الإسلام السياسي وما بين طلاب الطيارات الأخرى الطلاب الإسلام السياسي بيعتبروا اللي حصل انقلاب عسكري على شرعية رئيس منتخب دستوريا ويتحركوا بهدف إسقاط الانقلاب وإعادة رئيس شرعي وإلى آخر الخطاب اللي بيقول الكلام هل ينعكسوا ذلك على مظاهراتهم أستاذ أسامة أعتذر؟ آه طبعا لسه لحد النهاردة الكلام حوالين مرسي راجع الليلة يعني أنا أقصد هل هذا هو الهدف من خروجهم في التظاهرات لأن مطالبهم تبدو متوائمة مع بعض مطالبكم مثلا وهي الإفراج عن الطلاب المعتقلين عدم دخول الأمن إلى حرم الجامعة الاعتراف بالحركة الطلابية في المجال السنيابية وفي المجال السنتشريعية وفي كتابة الدستور وفي كل هذه المراحل بعض المقارب تتفق طبعا بعض الأهداف المرحلية اللي في اللحظة ديت ممكن الشعرات اللي ترفع علشان نطالب بيها تكون شبه بعض لكن بالتأكيد فيه اختلاف الخندق اللي كل طرف واقف فيه وفي الاتجاه اللي بيسعاله من خلال رفع المطالب دي في اللحظة دي خليني بس أقول إنه إحنا وجهة نظرنا إنه محمد مرسي بسقط بحركة الجماهير الواسعة لنزلة الشارع في 30 يونيو وواحد واثنين يوليو لكن في نفس الوقت إنه إحنا شايفين دوات ما بيعميناش عن إنه الفريق السيسي وحلفاءه لما خرجوا في 3 يوليو علشان يعلنوا خريط الطريق كانوا بخريط الطريق ديت بينقلبوا على ثورة 25 يناير وعلى مطالب الجماهير اللي نزلت في 30 يونيو نفسه أستاذ أسامة اسمحي مع احترامي لوجهة نظركة طبعا هي ذات المساحة أنا فاهمة بس أنه إنه مرة أخرى أكرر لأنه ذلك ما قلت لضيفي في النصف الأول لا أريد أن أعود إلى ثنائية ثورة منقلاب ولكن إذا كان ذلك ينعكسه على الحركة طلابي اتفضل اتفضل أنا بس كنت بقول دوات علشان أقول إنه المناطق اللي احنا بدئين منها والمناطق اللي احنا راح لها مختلفين ده بيوضح قد إيه الدنيا مختلف لكن النظام العسكري اللي بيحكمنا دلوقتي وبواجهته المدنية موجه بفوهات الأسلحة ناحية الجامعات بيقتل طلبة جوه الحرم الجامعي زي ما شفنا في حالة زملنا محمد ريدا طالب الهندسة وفي حالة زملنا عبدالغني في جامعة الأزهر ويعني إصابات بالعشرات وخرطوش واقتحمات بلا أكتر من تسع جامعات منهم جامعات تم اقتحمها أكتر من أربع خمس مرات زي جامعة الأزهر النظام بيحط سلاحه في مواجهة الجامعات وبالتالي ما بتفرقش بقى خالص مين اللي تم الاعتداء عليه من أي فصيل من الطلاب تم الاعتداء عليه في الأول لكن لما تبقى الشرطة بتحاول تقتحم الجامعة والحكومة بتوفر لها الغطاء السياسي والقانوني يعني علشان تقدر تعمل ده وترتكب جرائمها بالتأكيد هنكون وقفين على مقدمة الصفوف ندافع عن جامعاتنا ومش هيهمنا مين اللي هو في جنبنا طالما ما بتختلطش الرايات السياسية ولا بتختلط الأهداف نعم هذه النقطة نقطة مهمة للغاية سيد أسامة لأنها ستطرح سؤالي التالي ولكن اسمحي أولا أن نستمع إلى أصوات أخرى في هذه الحلقة أيضا تطرحوا لنا بابا أو تفتحوا بابا لحوار أثرة مصطفى نبيه من الجيزة سيد مصطفى أنت طالب في جامعة الأزهر أليس كذلك لا أيضا أيضا طيب الحراكة الطلابي من طيار الإسلام السياسي أيضا ليس جديدا وليس مستحدثا والحركة الإسلامية منذ بدأت وحتى طيار الإخوان المسلمين وجماعاته منذ تشكلت اعتمدت بشكل رئيس على الشباب والشباب استهدافهم واستقطابهم يكونوا من الجامعات بالتأكيد في هذه المرحلة هل هناك وجه للشبه بين ما جرى الآن وبين حقب مختلفة أخرى بالنظر إلى أن جامعة الأزهر تحديدا ينظروا لها من جانب منتقديها الآن منتقدي طلابها على أنهم يبدأون هم حراكا لصالح الإخوان المسلمين بالضبط كده زي ما حضرتك قلت أن الحراك الطلابي البادئ هو بادئ من جامعة الأرض لو رجعنا للتاريخ قليلا هم الطلاب هم قدقوا أي ثورة أنا كنت ممكن يعني أقلق على الزوء الأخينا اللي كان بيتكلم قبل كده أنه هو كان بيقول أنه إحنا دي نطالبش المسلم لكن دان كلام بينقب نفسهم الكبري اللي جواهم أنه هو يتكلم دان كلام اتأتل في جامعة الأزهر منذ حراك الطلاب دلوقتي حوالي أربعة طلاب الأربعة طلاب اللي اتأتلوا دون كأن دون يعني واحد ناس من جامعة القاهرة غنت في دونيا ليه وكأن الودكاتر السعر وكل اللي حصل أما اللي حصل في جامعة الأزهر ده يعني اتأتل عبدالغاني واتأتل اتنين جوا الحرا من الجامعة وكأن لهم يعني ما فيه منبارح دخلوا جامعة الأزهر بتلاتة ثلاث مرات أو ثلاث تياق مع مني يحاولوا عشان يقتحموا الجامعة ودخلوها طب وفين الإعلام وفين الدنيا هم وقود الصواة إن شاء الله هيفكت كل حاجة وهيفكت الإنقلاب بالطلاب لكن أما بيسأل حضرتك أن الإخوان هم اللي يأخذوا الطلاب أو الطيارة الإسلامية هذا غير صحيح لا 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 أنه مستفيد من الحراكة الطلابي سيما في جامعة الأزهر أو أنه يوظفهم البعض يذهب إلى هذا الحد ممكن نرجع لحضرتك فضل أولين كده من التاريخ الأولين خالد تنقولوا أن الأزهر هو اللي يأخذ كل حاجة أولين الأزهر أولين الأزهر تعالوا دلوقتي نزيلوا جامعة الأزهر ينزيلوا أنتم كاميراتكم وتوب الجام في طلابين متفقين على اللي بيحصل على اللي بيحصل يعني في كل الطلاب وقفة صف واحد يقيد واحدة اللي ده لازم يحصل أي واحد يستبع دمه اللي يقتل ممكن يجدد اللي يقتل ممكن يعلم أي حاجة أي واحد يستبع دمه إحنا بده ما يتظهر على مشارك من رابعة مشين من راحة رابعة من هناك وإن شاء الله هكش رابعة ويحصل كل وهينكسر بس هذا يعزز وجهة النظر أستاذ مصطفى أن مطالبكم مطالب تخص الجماعة فعلا لأنها يعني في ذات سياق الحراك باتجاه رابعة وباتجاه ذات التوجه لطيار الإسلام السياسي على رأسهم جماعة الإخوة المسلمين هم أول من بلقوا كده وهم أول من عملوا كده أول ما بلعت الدراسة أجلوا جامعة لازر خمس أسابيع واتأخرة عن الجامعات الأخرى مش بس كده فجم صربوا الطلاب من المدينة ودخلوا المدينة وعملوا كل حاجة فهم شاقتلوا العملية وخلوها طب أنا هقول لي حدود بك أن الصورة يناير مات واحد بس واتقلبت الجامعة اتقلبت الجامعة عن ذكرت أبيه أما الصورة يوزيز مات مية تمام وعشر وواحد أستاذ مصطف مات مية تمام وعشر وواحد من جامعة تلزب الجامعة بالطبيع اللي هي هتشمي والمية تلزب سياسية أنا أحترم وجهة نظرك أنت ترى أنه بالأساس ليس هناك من عيب في توظيف الجامعات السياسية لأن الطالب هو جزء من المجتمع بذلك أريد أن أعود إلى أستاذ أسامة أحمد أستاذ أسامة البعض يتهم طيارات غير الإسلام السياسي من طلاب الجامعات سيما في الحراك الثوري الشعبي والمدني أنه هناك قدر من عدم النج لأن ما حدث في حقبة الإخوان المسلمين سيحدث مجددا ستقفون أنتم تدافعون عن الجميع بينما الباقون لن يدافعون عنكم وبالتالي هم المستفيدون وأنتم الخسرون مرة ثالثة هي المبادئ مش بنحسبها بالحسبة دي أحنا شايفين أنه السلاح الموجه تجاه الجامعات ما هو موجه بس لصدور طلاب الإخوان المسلمين شايفين أنه السلاح الموجه تجاه التورة ما هواش فقط بيقتل طلاب الإخوان المسلمين إحنا شايفين أنه القانون بتاع منع التظاهر ما هواش محطوط بس علشان يقمع تحركات الإخوان المسلمين وبالتالي احنا بنشوف أنه كل ده يعني كل دي أجزاء من استراتيجية النظام يعني للقضاء على الثورة في العموم تحت دعاوة الحرب على الإرهاب والقضاء على الإخوان نحن قطعناها في البحث أنا أتحدث أنت استمعت إلى وجهة نظر طرف من جماعة الأزهر من الطلاب النشطين واضح هو يرى أن هذه خطوة أولى في الطريق إلى رابعة وهذه خطوة أولى في الطريق إلى دحر ما وصفه بالانقلاب وبالتالي هو يرى أن ما يجري هو كل حرك مجتمعي يعني أنتم تساهمون في الحركة نحو هذا الهدف طيب يعني هذا كلام مش حقيقي بس هو يقدر يقول اللي هو بيعبر عنه وهو من حقه يقول اللي هو بيعبر عنه ومش من حقه حد يضربه بالنار لما يعمل ده نعم الفكرة أنه احنا اشتباكنا بالمعركة دي وفهمنا لها ما هواش يعني شايف أنه الكلام اللي الزميل قاله غير صحيح على الإطلاق يعني هو ممكن يكون شايف الوضع في جامعة الأزهر وبيحكم على الحراكة الطلابي في جامعة الأزهر وبيقول أنه طلاب الإخوان وهنروح ربعة وكذا يعني طبعا هو حر في كل ده لكن الحراكة الطلابي المتفجر في الجامعات يعني من بداية الفصل الدراسي ما كانش ليه علاقة بالإخوان بداية الحراك كانت في كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ضد تأجيل التسكين بتاع الطلبة في المدينة الجامعية وكان قيده اتحاد طلابي ثوري ومالوش علاقة بالإخوان المسلمين ومنه اتدت موجات حركات طبعا كان فيه تحركات للإخوان المسلمين منفصلة وكان فيه تحركات لبقية القوة منفصلة عن تحركات دي لكن توجيه السلاح ناحية الجامعات هو اللي خل الموضوع يعني يلخبط شوية طيب يعني إذا أنت ترى أستاذ أسامة أنه البدء بالعنف لم يكن من جانب الطلاب كان هذا رد فعل هذا ما أستطيع أنا أفهمه بكل تأكيد طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة أستاذ أسامة بس خلينا نستمع قبل أن تنتهي هذه الحلقة كنت أود أن تكون ثلاث ساعات إلى يحيى حبيبنا المنصورة أستاذ يحيى أنت طالب ماجستار كما فهمت في جامعة المنصورة أهلا وسهلا هل يمكن لمطلب فئوي أو توجهي في المجتمع من جانب الطلاب أن يقود حراكا لحركة أكبر وبالتالي يعني تحتوي هذه الحركة على مطالب أخرى للطلاب لأنه يبدو أن هناك خلاف بين في الهدف الذي يريد الطلاب من الجهتين الوصول إليه على رغم أن المبدأ قد يبدو واحدا هو مش مطلق فاورة حضرتك هو ده حراك الطلاب اللي حصل ده تمثيل طريق عن نب الشارع بتاع البلد كلها ماشي بتقوم بالمظاهراء الحركات الطلابية للتعبير على رأي تقوم الداخلية تيجي أنها تستفزل طلبة يبدأ من هنا أحداث العنف اللي بتحصل ماشي تطور الموضوع الاعتقال اللي يتباع اعتقال فتيات اعتقال أحكام ب11 سنة و17 سنة وحاجات فضيعة جدا ما تسمعناش عنها الحبيب العدلي اللي قاتل طيب بس أنا أريد أنا مرة أخرى لدي سؤال محدد والسؤالي المحدد أستاذ يحيى هو هل يمكن لهذه الأهداف المختلفة تماما للطرفين من جانب الطلاب التي تعكسوا يعني تنوعا أن تلتقي في النهاية لأنه يبدو أن المطلب في الحالتين مختلف خالص يستمتقى حضرتك عن أنه هو رد رد العنف المستخدم من قد نعم طيب أنا فقدت أعتقد الاتصال بياحيا على آيتي حال أنا نقطته واضحة لدي أستاذ أسامة هل يمكن تبرير دخول الحرس إلى الجامعة إذا بدأ العنف خارج أسوار الجامعة ده يعني ده بالنسبة لي همجية ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال الحرس يعني أقصد يعني قوات الشرطة والأمن المركزي والجيش وأجهزة الأمن مكانهم مش الحرم الجامعي ومش مكانهم محيط الحرم الجامعي ولو الدورات الجامعية ووزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات شايفين شغلهم كويس كانوا ممكن يطلعوا ببدائل يعني تضمن تفعيل الأمن الإداري المدني اللي بنقدر نحن نعرف أصله وفصله لابس اليونيفورم بتاعه ونقدر نشتكيه ونقدر نحاسب اللي يتجاوز منه إنما لما يخش ظابط داخلية للحرم الجامعي ويطلق الخرطوش على الطلبة ويقتل طالب مين بيقدر يحاسبه النيابة دلوقتي يعني القضية دلوقتي يعني قدام النيابة وكذا والاتجاه واضح يعني لإخلاق طرف الداخلية كل التسريبات والإشعاعات يعني بتتجه إلى إنه الداخلية يعني لن تتم إدانتها في الأضحة وجهة نظر واضحة أستاذ أسامة أحمد المتحدث باسم الطلاب الاشتراكين الثوريين بجامعة القهيرة شكرا جزيلا لك وشكرا لانضمامك في وقت قصير في الواقع شكرا جدا على وجودك معنا اليوم لنستمع إلى وجهة النظر الأخرى برنامجنا نتهى لهذا اليوم نقطة حوار الذي بالفعل كنت أتمني أن أكون أطول من ذلك وأرحب ولكن حواري مع حضراتكم وحوار نقطة حوار في الواقع مستمر على موقعنا الإلكتروني بي بي سي أرابيك دوت كوم كذلك على صفحتين نقطة حوار وصفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك لا تذهبوا بعيدا إلى اللقاء